إحدى أكبر معارض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق في دبي بمشاركة حية لأكثر من 15 ألف خبير من مختلف دول العالم ومن ضمنها روسيا معارض جاستيك يتمحور حول توفير طاقة محايدة كربونية بتكلفة مقبولة بحلول عام 2050 شركة دولية تستعرض حلولا مبتكرة تقلل من انبعاثات الكربون حقق ريال مدريد فوزا كاسحا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الإسباني لكرة القدم الليغا وتنوب على تسجيل سوداسية الفريق الملكي كل من ماركو أسينسيو ثلاثية هاتريك في الدقيقة الرابعة والعشرين والتاسع والعشرين والخمسة والخمسين والفرنسي كاريم بانزيمة هدفين في الدقيقتين الثالثة والثامنة والسبعين وإسكو في الدقيقة الرابعة والثمانين فيما سجل هدف الضيوف اليتيم الكوري الجنوبي لكانجين في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر